السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات إذا لم يكن جهاز فحص السكر متوفر لديك وليس عندك إمكانية لشراء الجهاز أو ليس هناك فرصة لزيارة الطبيب كيف يمكن معرفة بأن سكر الدم لديك مضبوط بدون إجراء تحليل أو فحص سكر الدم قبل أن تبدأ بالعلاج الدوائي وقبل أن تبدأ باتباع نظام تغذية صحي كنت تشكو من علامات تشير إلى ارتفاع سكر الدم لديك كثرة التبول ودخول الحمام مرات كثيرة أحيانا كل نصف ساعة أو ساعة والاستيقاظ مرات عديدة ليلا من أجل ذلك تعب ووهن عام في جسمك تشوش رؤية قل التركيز ونسيان مشكلة في وزنك سمنة وأحيانا نحول تسرع بضربات القلب وأحيانا ضيق تنفس وتعب على الصدر أثناء التنفس كنت تشكو أيضا بسبب إصابتك بمرض السكري من برودة أطراف وأحيانا سخونة بالأطراف مع ألم حارق وشعور بالتعب ورغبة بالنوم وتوتر وانفعال وارتفاع كورتزول بسبب ارتفاع السكر بالدم عندك كل هذه الآرات كنت تشكو منها أنت وأي مريض مصاب بالسكري عند تحسن مستوى السكر بالدم لديك ستشعر وستلاحظ بأن مستوى السكر بالدم لديك مضبوط وبدون تحاليل من خلال عدة علامات هامة جدا هي شعورك بالسخونة وحس الحرق بالقدمين يخف ويمكن أن يختفي استيقاظك ليلا من أجل التبول يقل ويمكن أن يتوقف يعني أن لا تستيقظ ليلا من أجل التبول وحتى نهارا يقل عدد مرات دخولك إلى الحمام من أجل التبول وهذا يدل على تحسن حالتك وتحسن مستوى السكر بالدم لديك الإرهاق والتعب والوهن في جسمك لم يعد موجودا تركيزك وذاكرتك تصبحان أفضل التشوش في الرؤية والضبابية في العينين عندك والذي كان موجودا قبل تناول الدواء وقبل اتباعك لنظام تغذية صحي كل ذلك لم يعد موجودا ألم الأطراف والبرودة والسخونة التي كانت تصيب أطرافك وتسبب لك الألم وعدم القدرة على النوم كل ذلك زال ولم يعد موجودا مستوى السكر بالدم لديك ينخفض ويتحسن بذلك مستوى الكورتيزول لذلك يزول التوتر والانفعال عندك قلبك وصدرك مرتاحين وتسرع ضربات القلب الذي كان موجودا يزول ويزول معه ضيق التنفس والتعب على الصدر طيب كيف يمكن خفض سكر الدم المرتفع بطريقة سهلة وسريعة وفي المنزل طبعا مستوى السكر الطبيعي في الدم هو 70 إلى 110 وفي بعض المختبرات 70 إلى 120 عندما تجري تحليل سكر الدم بعد نصف ساعة من الطعام ويكون سكر الدم لديك 160 لحد 200 فهذا طبيعي وعندما يمر ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الطعام وتجري تحليل سكر الدم ويكون بين 120 إلى 140 فهذا أيضا طبيعي إذن هنا كنت أتحدث عن الشخص الطبيعي وغير المصاب بمرض السكري أما مريض مقاومة الإنسولين يعني مرحلة ما قبل السكري فمستوى السكر في الدم لديه يكون بين 101 و125 هذا المريض مريض مرحلة ما قبل السكر عندما يجري تحليل سكر الدم بعد الطعام بنصف ساعة ويكون السكر لديه بين 190 و230 وعندما يجري تحليل سكر الدم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات يكون السكر لديه بين 140 و160 أما مريض السكري فيكون مستوى السكر الدم لديه عادة فوق 126 وعندما تجري أنت كمريض سكري تحليل سكر الدم بعد نصف ساعة من الطعام يكون مستوى السكر لديك بين 220 و300 أما بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الطعام فيكون مستوى السكر فوق 200 لكن أفضل مستوى للسكر يعني السكر عندك مضبوط وممتاز هو 8090 لحد 110 هذه الأرقام تدل على أن مستوى السكر بالدم لديك ممتاز وأن السكر عندك مضبوط أنت كمريض سكري سكر الدم لديك يرتفع عند تناولك للطعام وهذا أمر طبيعي وعندما تتناول الكربوهايدريت يرتفع مستوى السكر بالدم بشكل أكبر وخاصة عندما تتناول السكر الأبيض والحلويات والخبز والمعجنات والماكرونة الرز والبطاطا وتناولك لهذه الأطعمة يرفع مستوى السكر بالدم بشكل سريع وبعدها ينزل السكر بشكل بطيء لذلك هذه الأطعمة هي سبب المشكلة الرئيسي عند مريض السكري والشخص الطبيعي غير المصاب بمرض السكري عندما يتناول هذه الأطعمة ويجري فحص سكر الدم بعد نصف ساعة سيجد أن سكر الدم لديه 170 لـ 200 وهذا رقم طبيعي عند كل الأشخاص الطبيعيين أما مريض السكري فعندما يتناول هذه الأطعمة ويجري تحليل سكر الدم بعد نصف ساعة سيجد أن سكر الدم لديه 220 لحد 300 الشخص الطبيعي عندما يتناول الكربوهيدريت والسكريات بكميات كبيرة يرتفع السكر بالدم لديه لكن بنفس الوقت يرتفع الإنسولين في الدم ويقوم الإنسولين بضبط مستوى السكر في الدم وإعادته إلى المستوى الطبيعي لكن هذا الشخص الطبيعي عند الاستمرار بتناول الكربوهيدريت والسكريات بكميات كبيرة وبشكل يومي فالبنكرياس ستفرز كميات كبيرة من الإنسولين لضبط السكر في الدم يعني السكر يكون مستواه في الدم طبيعي لكن مع ذلك الأمر سيء وليس جيد أبدا فالإنسولين مستواه في الدم مرتفع وفي مرحلة لاحقة وبسبب اتباع نفس النظام الغذائي عالي الكربوهيدريت سيرتفع السكر في الدم وهنا سيصبح عند هذا الشخص سكر دم مرتفع وإنسولين في الدم مرتفع والسبب أن الخلايا امتلأت بالسكر والإنسولين لم يعد قادر على إدخال السكر إلى الخلايا فيرتفع السكر في الدم وأيضا يرتفع الإنسولين عند هذا الشخص وفي هذه الحالة يصبح الشخص مريض مقاومة إنسولين يعني مريض مرحلة ما قبل السكري هذا المريض مريض مقاومة الإنسولين أو مريض مرحلة ما قبل السكري في حال استمر بتناول الكربوهيدريت بكميات كبيرة وبشكل دائم يومي فهو معرض للإصابة بمرض السكري لكن إذا توقف عن هذا السلوك الخاطئ وعن اتباعه لنظام تغذية عالي الكربوهيدريت وبدأ باتباع نظام تغذية صحي منخفض الكربوهيدريت لمدة حوالي 3 إلى 4 أشهر فإنه سيتخلص من مقاومة الإنسولين وسيعود مستوى السكر بالدم ومستوى الإنسولين في الدم إلى المستوى الطبيعي لكن بعض المرضى للأسف يستمرون على نفس النهج ونفس نظام التغذية الخاطئ الغني بالكربوهيدريت والسكريات ويبقى السكر والإنسولين مرتفعين فيصابون بمرض السكري ويتعرضون لالتهابات في الجسم ومشاكل قلبية وتصلب شرعين وقصور كلوي وفي بعض الحالات فشل كلوي وإصابات عصبية وآلام حادة بالأطراف وأحيانا إصابة شبكية العين وقد يتعرضون لفقدان البصر للأسف معظم الناس يهتمون بإجراء تحليل سكر صيامي وسكر تراكمي ولا يجرون تحليل الإنسولين تحليل الإنسولين هام جدا جدا عدد كبير من المرضى يكون لديهم سكر دم مرتفع وسكر تراكمي مرتفع والإنسولين مرتفع هذا المريض ممنوع قطعا أن يعالج بالإنسولين فأصلا الإنسولين عنده مرتفع العلاج الأساسي لضبط السكر بالدم وإعادته إلى المستوى الطبيعي هو الحمية واتباع نظام تغذية صحي قليل كربوهيدريت واتباع صيام متقطع وطبعا الصيام الإسلامي أو صيام شهر رمضان مفيد جدا في هذه الحالة وأيضا ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشي منصف ساعة على الأقل يوميا عند اتباع كل ما ذكرته سيعود سكر الدم إلى المستوى الطبيعي وسيصبح 80-90-100 والسكر التراكمي سينزل من 9 أو 10 ل7 أو 6 ثم إلى 5 ونص ويمكن إلى 5 طبعا السكر التراكمي الطبيعي هو تحت 5.7 أما مرحلة ما قبل السكر أو مقاومة الإنسولين فيكون السكر التراكمي فيها 5.7 إلى 6.4 بعض الأشخاص يظنون أنهم إذا امتنعوا عن السكر الأبيض والحلويات وتناولوا الفواكه بكميات كبيرة فهذا جيد وصحي وهم لا يعرفون بأن سكر الفراكتوز الموجود في الفاكهة ليس له مكان يخزن به إلا الكبد والمريض سيتجه حتما نحو الإصابة بدهون كبد وكبد دهني وطبعا السكر الأبيض يظن البعض أنه سكر جلوكوز والحقيقة أن 50% فقط منه سكر جلوكوز و50% سكر فراكتوز لذلك عند تناول السكر الأبيض والحلويات الجلوكوز يرفع السكر في الدم والفراكتوز يسبب مشاكل في الكبد وإصابة بالكبد الدهني ابدأ الآن باتباع ما ذكرته من معلومات ومصائح واحمي صحتك وقلبك وشرينك والكبد والكلا عندك واحمي نفسك من كل الأمراض المزمنة أذكركم أيها الأحبة بالاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو كي يصل لأكبر عدد من الناس وتعم الفائدة لأشخاص الذين يدعمون قناتي بميزة شكرا هذه الميزة المتوفرة في معظم دول العالم أنا أشكركم من القلب شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو هذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالمشاهدات والإعجاب والتعليقات في كل فيديو وضع التعليق مثبت يوضح طريقة التواصل معي لمن يرغب من أجل الحجز للاستشارات الطبية تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته